السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نعرف ازاي هنزرع السروم بالشكل الصحيح او بالطريقة الصحيح في بعض اللقات اللي لازم نكون عارفينها او لازم نرعيها. اول نقطة فيها هو طريقة فصل السروم عن القمر. تاني نقطة هو ان السروم اللي احنا هنفصله وناخده ونزرعه يكون خالي من الاعفاد ومن الامراض. تالت نقطة والنقطة المهمة هو ان احنا نزرع في الوقت المناسب. والوقت المناسب يختلف من دولة لدولة. فبالتالي هترك لحضرتك مقالة تفصلية عن اوقات الزراعة المناسبة. ان شاء الله بزلاح نحاول نجيب في كل دولة الوقت المناسبة. وازاي ناخد المواصفات الصحيحة لكل فسيلة او كل سرم هنزرعه. في البداية بعد ما نتجاوز التلات نقاط دولة او بعد ما نراعي التلات نقاط دولة هنحفر حفرة تناسب حجم السروم اللي احنا هنزرعه وهنعبي الحفرة دي مي يوم واثنين واثلاثة مفيش مشكلة او خاصة لو كنا بنزرع في ارض فراملية او في الصحراء. لازم التربة تتشبع بالمي قبل عملية الزراعة. الحفرة هيكون مواصفاتها او مقاساتها مناسبة للسروم اللي احنا هنزرعه. وكلمة مناسبة انا عارف انها كلمة مطاطة. ولكن بعد ما ننتهي من الفيديو هنقدر نعرف يعني ايه مناسبة وازاي تكون مناسبة وازاي تكون غير مناسبة. هحفر الحفرة ويها عبيها مي وهتاكد ان التربة وخاصة التربة الصحراوية والتربة الرملية انها تشبعت بالمي. النقطة اللي بعد كده هستخدم سماد مشتل هستخدم تربة زراعية تكون جيدة هستخدم بطن جسيل وده بيختلف تماما عن البيتنوس. انا بالنسبة لي من اعتمد البيبي بي ممكن سيتك استخدم اي مادة تانية او اي تربة تانية. ولكن بنفضل ان احنا نستخدم تربة من مصدر موصول فيه وتربة تكون زاك مواصفات عليها. هاخلط لكل سبعين لتر ميت جرام من الهيموفيل البودر او الهيموستار دابلو جي. هجيب ميت جرام وهاخلطه على السبعين لتر. بعد كده يفضل ان انا استخدم التربة بدون خلق اي رمل. لكن عشان التكلفة احنا بنخلط نسبة اتنين لواحد. اتنين تربة وواحد رمل. والرمل يكون رمل نظيف. رمل يكون رمل جديد. بعمل الخليط بشكل جيد. وبعد كده ببدأ فيه عملية تجهيز الحفرة او تجهيز الجورة. في البداية بضيف سماد ادوي روص حيواني. مش بتمس ولا بيتنجسيل ولا سماد مشتل ولا الخليط اللي انا استخدمته. بضيف في الاول ما يعادل اتنين كيلو في الجورة او في الحفرة في توسط الحاجة. زي امام حضرتك بنحط اتنين فيه الاسفل. وبعد كده بنضيف طبقة من الرمل. طبقة من الرمل مش التربة اللي احنا خلطناها. طبقة رمل WHO YES. الهدف من الفكرة دي هو ان السماد الادوي الروص الحيواني يكون بعيد تماما عن السروم لنبظ العاد. اضيف اتنين كيلو من السماد العدوي الروس الحيواني وبعد كده اضيف طبقة عبارة عن خمسة سنتي من الرمل الرمل الجديد بعد كده ببدأ اضيف الخليط اللي انا خلقته اللي هو البوتنجوسيل مع الرمل مع الهيوموفيل او هيموستار بعبي الجورة تربة وبرجع مرة تانية ايس السروم اللي عندي الهدف من ان انا ايس هو ان انا مزرعش السروم في الاسفل او السروم ميكونش يغويت في الاسفل والمية توصل لقلب السروم وتساعد على موت السروم او تساعد بالسوسة على عمليات اللي انتشاء بعد ما عبيت الخليط ويزبط سبت السروم في منتصف الجورة هقفل على السروم دي الخليط اللي انا خلطه بالكامل من الضروري اثناء تثبيت السروم وزراعة السروم هو ان انا اخلي السروم شاكري مستقيم زي من حضرتك شايف هنا سروم مستقيم عبيت الجورة من الخليط بعد كده بقفل برم ما عنديش مشاكل وفي نفس الوقت احافظ على ان سطح الخوض او سطح الجورة اللي انا ظهرت فيها هيكون مستوي بحيث ان اثناء عملية الرايح المي ما تتجمعش في الاماكن المنخفضة بعد ما اتيت من الزراعة وجينا لمرحلة عملية التعكيم عندي طريقتين للتعكيم في الطريقة يقولها هي قبل عملية الزراعة وقبل عملية الزراعة لو كنت هزرع سروم صغير الحجم فبالتالي بعمل درام من البيسيس واغطس فيه السروم واطلعه وازرعه الطريقة التانية هو بعد ما زرعنا وانتهينا من عملية الزراعة بحط خمسة ملي في طبع من مبيد البيسيس او من مبيد حشري واحط فيه الماء وخلي الماء تمر من الطبع وتنزل فيه الجورة او ان انا اضيفه خمسة ملي في الجورة ولو كانت جورة كبيرة ممكن نقصل لعشرة ملي لكن احنا تقريبا نخليهم خمسة ملي نحط الخمسة ملي في الجورة ونصب عليهم الماء نفس الشكل لو كنا في الحر الشديد او في البرد الشديد وكان السروم صغير هنحافظ على السروم بالسعف بالشمس او بالخيش من البرد على حسب الوقت اللي حضرت الزراعة هنا ما شاء الله الودع ممتاز فيه اصبع عندي لبوق السروم جايه اتمنى من الله ان يكون ونقدمت حضرتكم معلومة مفيدة اتمنى ان الجميع يكون السفاق ولا تنسوا كاتل المتابليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته